اشتركوا في القناة منشتات وعنوين الصحف لهذا الصباح وأول خبر من جريدة الأهرام إرهابيو عرب شركة استدربوا على يد أبي عبيدة من الوطن الانقسامات تتصعد داخل الإخوان بعد فشل 19 مارس من الأخبار تقصي حقائق ربعة الإخوان لم يتعاونوا والداخلية لم ترسل كل المعلومات من المصر اليوم إثيوبيا السد لن يؤثر على استفتاءنا في مصر ومصادر بتقول جاهزون بسيناريوهات المواجهة من المصر اليوم أيضا مشروع تنمية القناة يغادر منصة لانطلاق إبريل المقبل ونعود للأخبار مرة أخرى مع خبر بيقول أربع لجان للكشف الطبي والذهني على مرشحي الرئاسة من الوطن أسيس يشكل لجنة علمية لتقييم جهاز فيروس سي وأخيرا من الأهرام لا تعطيل الدراسة وإجراءات صارمة مع مثيري الشغب بالجامعات نهارك سعيد مرة تانية صحفي الأستاذ عبدالجواد أبو كاب وأول أخبارنا من الأهرام عن إرهابيو شركة استدربوا على يد أبو عبيدة يعني ده كلام مهم إحنا كنا لما بنقول الكلام ده ده منشت الأهرام آه يعني الكلام المهم مش المنشت نفسه الحدث نفسه لأن احنا طول الشهور اللي فاتت دي كنا بنكلم على طبيعة العمليات اللي بتحصل زي تفجير مدريت أمن ده أهلية زي عملية المحابرات في اسماعيلية كنا بنقول أنه ده يعني ده الستايل القاعدة ستايل وأنه لازم المسألة تبقى فيها تدريب غير مصري يعني هذا الأداء هو أداء غير مصري بالمرة هذا الأداء هو أداء قاعدي الصبغة هذا الأداء فيه تاكتيك مختلف عن العمليات اللي كانت بتحصل في مصر في التماليات ويمكن ده اللي ثبت أخيرا لأنه المسألة مش إن احنا نتكلم في العموميات يعني يمكن الأمن حتى بتدى يعمل خطوات استباقية دلوقتي لما بتدى يبقى فيه معلومة كاملة لما بتدى يبقى هو موجه نفسه وفق المعلومات اللي جايله الكلام اللي اعترفوا به هو نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله أن التدريب يتم في سيناء وأن العمليات اللي بتنافس في الدلتا هي عمليات بتتم لتخفيف الضغط عما يحدث في سيناء من إحكام القبضة الأمنية من القاتل المسلحة والداخلية على الأرهابيين اللي موجودين هناك إنما دي عمليات كبيرة جدا إنما أنا في تقدير إنها مش كل حاجة يعني علشان برضو الناس بتحاول تدي الأمل مع عملية كبيرة إن العملات هتنتهي العملات مش هتنتهي إلا إذا توقف ما يحدث في هذا الوطن من التحركات ومن إنه يبقى فيه عدم تطهير كامل لشبه جزيرة سيناء وده هياخد وقت لازم نبقى متفاهمين ده إنما العملية اللي حصلت في عرب شركسي عملية كبيرة جدا عملية من النوع الثقيل عملية يعني أنا في تقدير إنها أجهاضة عمليات كثيرة كانت ممكن تحدث مستهدفة لأقسام ورجال الشرطة اللي هي عملية ما يسميه الرهيبون عملية استياضة العصفير فده في الحقيقة ده جهد كبير جدا التعاون الأمني اللي كان معمول وهذا التنسيق ده تعاون مهم يمكن لأول مرة يحدث في الدلتة بهذه الكسافة وبهذه الضخامة وبهذا التحرك السريع وهذه المنطقية فيه تغطية الدائرة الكبيرة للمنطقة بشكل يعني يؤمن كمان الأهالي اللي موجودين هنا كان فيه دعوات لتظاهرات من قبل الإخوان المسلمين يوم 19 مارس واضح للم يكون فيه حشد طبعا في الشوارع كلنا لاحظنا يعني اليوم ده كان عادي جدا ومر عادي جدا الوطن بتقول انقسامات تتصاعد داخل الإخوان بعد فشل 19 مارس إيه مؤشرات لانقسامات دي أنا معرفش الناس بتقيس القصة إزاي يعني زي فشل وإزاي نجح يعني يكون إن هو يقول إن أنا حعمل أعمال غير مسبوقة هو من 30 يونيا بيعمل هذه القصة وهو في الحقيقة هدفه يعني مش أنا بتعامل مع اللي هو أعلانه على إنه الهدف ده مش صحيح هو مش هدفه إنه يعمل مزاهرات حشد هو هدف مخصر شديد جدا إنه ينهيك الأمن إنه يقول للعالم كله إن أنا مازلت موجود إنه يبقى موجود والإعلام بيطعاطة مع ده للأزرق وإيه اللي حصل أصلا يوميا يعني ما فيش أي حداث مش بالكسافة اللي هو تتكلم عنها إنها حاجات غير مسبوقة ما هو متكلم على النهاردة إنه هو هيعمل حاجات غير مسبوقة هو لو لديه حاجات مسبوقة ما كانش حد أزاهه من الحكم ببساطة شديدة جدا إنه ما هو بيعمل هو بيعمل خطة لإنهاك الأمن وهو ناجح في ده إنه هو على مستوى الجمهورية بتحرك جغرافيا بشكل منهك للأمن بشكل كبير جدا في مناطق عديدة حتى لو كانوا عشرة لأنه لو فيه ثلاثة بيتظاهروا من جماعة الإخوان أنت لازم تحرك قوة أمن هو بيعمل ده بشكل كبير جدا له خطة داخل الجامعات بشكل يعني موسع ويتوسع فيها يوما بعد آخر ممكن أول مبارح جامعة القاهرة شهدت يوما داميا بالكامل من أعنى في الأيام ممكن ما خدش حقه في الإعلام إنما الصور في نهاية اليوم كانت بتقول إنه ده تصعيد كبير اللي حصل في جامعة القاهرة اللي أصبحت للأسف الثاني للإخوان ممكن إحنا نكون عاملين تقريف بقى بتروز اليوسف على ده بارح إنها بقت الوجهة الأولى لهم بعد جامعة الأزهر ويمكن كمان التعاطي مع فكرة الجامعة هو تعاطي غير حكيم لأن الإخوان بتادوا دلوقتي يدخلوا المطالب العامة بتاعت الطالبة نفسها يعني إيه؟ بمعنى إنه ما بقتش القصة وده تاكتك هم بيشتغلوه حتى في المؤتمر اللي كانوا عاملينه في تركيا فكرة عمومية المطالب إنه يلعب إنه فيه مشكلة كهربا فيتكلم على الكهربا بالنسبة للناس العامة يعني إنه فيه أزمة بوتجاز فيتكلم على أزمة البوتجاز إنها من ضمن مطالبه فياخد المجموعة اللي هي بتطالب بده بيعمل ده في الجامعة دلوقتي بيشوف المطالب بتاعت الطالبة وبيضمها لمطالبه علشان يكسب أرضية جديدة وللأسف إنه الوزارة التعليمي العالي والجامعات مش منتبهة لده هي تتعامل مع القصة أو سايبة القصة للأمن الدور الأمني ده لازم يبقى أقصاده دور تاني بيتحاور مع الطلاب ولا يقتصر لا تقتصر الأمور في الجامعة على التعاطي مع طلبة الإخوة من بس لأنه إحنا بنتكلم نعم طالب الطلاب عموما عشان ما يستغلوش الموقف ده طيب أنا يهمني يروح لتقاصي الحقائق ولجنة تقاصي الحقائق وما أعلنته عن ما حدث في رابع والنهضة إيه اللي قالته؟ ده موجود في الأخبار قالت لم يتعونوا الداخلية لم ترسل كل المعلومات ده جزء من اللي تقال إنما هي إجمالاً أدانة جماعة الإخوة المسلمين وإدانة الاعتصام بشكل كبير جداً إنما هي الفكرة إيه مشكلة هذا التقرير مشكلة هذا التقرير أنه خرج من جهة غير مكتمعة اللي هي المجلس القومي لحول الإنسان وأزمة هذا التقرير أن التشكيك في التقرير من أعضاء داخل المجلس القومي لحول الإنسان منهم فيهم طبعاً هذه المشكلة الكبيرة والمشكلة أنه من اعترضوا على التقرير هم رموز في المجتمع الحقوقي والمجتمع المدني المصري وأعضاء الأكثر من دورة يعني بشكل رئيسي الأستاذ حافظ أبو سعدة يتزعم الجانب المعارض هو بيكلم فيه المعارض أستاذ حافظ أبو سعدة معارض للتقرير المعارض للتقرير لأنه يرى أنه أجري بشكل غير علمي لم يستوفي شروطه يمكن الكلام ده بيصب فيه ما قاله الأستاذ حافظ اللي هي فكرة أنه الإخوان لم يتعاونوا في الحياة يعني يمكن فيه حاجات لما تتعامل تقرير هي الفكرة كيف أصنع التقرير ثم كيف أعرضه أنا أنا في تقديري أنه حدث الخطأ في الاتنين يعني فكرة أنه الإخوان أنا في تقديري كمان أنه أنا مش محتاج أعمل تقرير فيه اعتصام ربع يعني اعتصام ربع جريمة بكل المقيس اللي تعمل فيه جريمة في كل المقيس من أنهي ناحية جريمة أن أنت تستخدم البشر كدروع بشرية ده جريمة أعوة فيه أعداد قتلوا برضي ما هي الفكرة في كده الفكرة أنت لن تغفل برضو عدد القتل الكبير اللي في ربع الفكرة أن أنت تعملي إيه بقى أن أنت تستوفي كل المعلومات خطأ هذا التقرير أنت لما تقولي مثلا ما وتعمل تقصي الحقيقة عشان الناس تعرف اللي حصل إيه وأسباب ده إيه أنت هنا قلت أن الأخوان لم يتعاونوا والدخلية لم ترسل كل المعلومات إذا أنت عندك مشكلة في التقرير كان يجب أن يتأخر التقرير ليكتمل إنما فكرة الاستعجال في القصة أعتقد أن الدخلية لو كانت عايزة ترسل المعلومات كانت أرسلت المعلومات ولها اللواء مش عايزة ترسل المعلومات يعني لا إذا فيه مشكلة في تدول المعلومات عندنا في البلد أنا مقدرش أدخل في تفاصيل هما يشتغلوا إزاي لأنه هما نفسهم جوى المجلس بالذات ألفا حتى في المؤتمر الأولاني أنا قضيتي كمواطن أو كإعلامي إن أنا عندي مشكلة في المجلس نفسه إذا عندي مشكلة في المجلس نفسه وعندي طرفين إبقى أنا عندي مشكلة في التعاطي مع التقرير نفسه أو مع ما يصدره هذا المجلس والمجلس عنده مشكلة في الحصول على المعلومات الكافية لإخراج تقرير مستوفى هما بيقولوا كده بس إذا عنده مشكلة ما كانش يضع على التقرير إنما أنا كفكرة إدانة للإخوان الإخوان مدنيين إدانوا الإخوان وإدالواش الجنب الآخر لم يوجد ممرات أمنة مثلا لا 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 هو مدين بس هي الفكرة هل التقرير على حجم الحدث ولا لا هل التقرير مرجع دولي يسند مصر ولا لا هي الفكرة ببساطة شديدة جدا إنه أنت كان من الممكن أن أنت تعملي تقرير حتى لو أدان الداخلية بشكل كبير لما تعملي تقرير إنه عنده أسانيده يعني الداخلية في فكرة الفض عموما هو اتبع ما يقدرش يتبع حاجات معينة إنما اتبع السلوك الأعنف في الأداء وده يدهوله القانون بشكل ما تقولي ده يعني هي الفكرة أنت تقولي كل ما حدث بشفافية شديدة إنما أنا كإعلامي أنا مشكلتي في التقرير كله في الحقيقة طريقته مش المحتوى بتاعه إنما هذا الخلاف الكبير عليه من داخل قيادات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان وده في الحقيقة اللي عامل أزمة كبيرة جدا مش إنه الإخوان يعملوا مؤتمر هنا أو يعملوا مؤتمر في اسطنبول في الحقيقة المشكلة الكبيرة أن التشكيك من داخل المجلس نفسه وأنا في تأديري أن هذا المجلس يجب أنه يقعد مع بعض ويتواصل مع بعض ويتفق على صيغة نهائية لهذا التقرير صيغة تليق بمصر تقدم للمحافل الدولية وتدعم الموقف بس الأرقام اللي خرجها هذا التقرير يا أرقام تتطبق لحد ما معها تقارير وزارة الصحة يعني ما فيهاش الأرقام اللي هي الكبيرة اللي كان بيقولها الإخوان يعني ستتمية حاجة وتمانية هو الإخوان في العموم يعني هي فكرة الآلة الإعلامية اللي هما بيستخدموها لغاية دلوقتي هو لازم يكبر المسائل يعني يعني نحن بنيجي مثلا حتى في التظاهرات لما بتيجي تبقى موجودة هو بيعلن مثلا أنه فيه 15 أنه فيه 20 أنه فيه 23 آخر اليوم لما بتكتشف أنه تمانية هو مش فارق معالي أنه في النهاية بيدي معلومات أولية علشان يحمس الناس اللي موجودة وعشان الناس يبعا عندها دافع البقاء ضد الأمن في الشارع خلينا نروح لملف حوض النيل وخبر من المصر اليوم إثيوبيا بتقول السد لأنه يؤثر على أشققنا في مصر ومصادر جاهزون بسيناريوهات المواجهة واضح أن فيه أزمة في المفاوضات والموضوع مش سهل والله هو واضح أن فيه أزمة في الخبر نفسه لأنه يعني ما أعتقدش أنه أثيوبيا هتقول أنه السد مش هيأثر علينا أثيوبيا كانت واضحة تماما وحسبتها أنه يعني عيش عيشة فوليا نموتك فوليا في البلد وفكرة سيناريوهات المواجهة أنا مش شايف أي سيناريوهات المواجهة يعني إحنا عندنا أزمة تلوقتي أنه فيه بلاغ مبارح ضد وزير الرأي الحالي والسابق أنه هم قدوا أثيوبيا يعني معلومات هم إنما هي الفكرة في الطعام يعني إيه معلومات همه معلومات وصائق ومعلومات همه فيما يتعلق بالقصة ما هو أنت حياتك بتتفاوضي يعني الرئيس مبارح كان بيكرم مجموعة اللي تفاوضت في طابة نحن حصلنا على طابة بالتفاوض أيه مظموط هي الفكرة كده والعالم كله بيحصل على الأمور دي بالتفاوض يعني حتى ما يحدث في أوكرانيا مثلا برغم التجاذب ده هو بيحصل بالتفاوض يعني الحلول دايما يعني إيه المعلومات اللي ادها واللجنة مش فاهمة يعني ده لسه بلاغ لم يحقق فيه لم يحقق فيها نعرف القصة بس هي الفكرة أنا إزاي أتعاطى مع أفريقيا هل تغيرت نظرية الأفريقيا لا في الحقيقة إن أنا أعمل مهرجان للسينما الأفريقية في الأقصر يعني ماشي حلوة أو لطيف بس أنا بعمل إيه يعني إيه بعمل مهرجان وأنا جايبهم برضو برضو بتعامل معهم بروح جايب نجم بقى من بره قوي واسيب الناس اللي أفارق اللي أنا المفروض بعمل التعاون معهم واجري وراء النجم عشان أتصور معها ده اللي احنا بنعمله إنما هل أنا مهتم بأفريقيا بشكل حقيقي وأنا في تقديري عشان نهتم بأفريقيا بشكل حقيقي لو هتمينا بالصعيد والأطراف في مصر اللي هما الإخوة في سينا والإخوة في مطروح هنهتم بالجنوب الأبعد اللي هو أفريقيا طيب المصر اليوم ما قالتش ما أشارتش إلى أي حاجة من سيناريوات المواجهة دي اللي بيتكلموا عليها عشان إحنا عايزين نعرف سيناريوات المواجهة سيناريوات المواجهة دي تظل في مربع الكلام يعني ما هو اللي بيتكلم مين يعني أنا بشوف ناس في الفضائيات في الحقيقة يعني محامي بيتكلم في سيناريو مواجهة وهو ملوش أي علاقة بفكرة يعني حتى فكرة إنه يتقال كلام زي إنه أصو السد هيتهدوا والمية حجلنا وهم مش هعملوا عشان كده لأ الدول ما بتلعبش وبعدين دي لجام فنية بس يا اللجنة الفنية الحقيقة اللي قالت هذا كلام اللجنة الفنية اللجنة الفنية الأولى هي اللي قالت أن السد مهدد بالانهيار وتصليم المندسي اللي عملنا ولا هم هناك اللجنة السلسية لا في الحقيقة يعني خلينا بس هم عدوا 30% من الانشاءات يعني برضو الدول مش عبيطة يعني عشان تستمر في حاجة وفي الآخر هتتهد يعني يعني ما هو معاه خبراء بس يا ده كلام لجنة اللجنة السلسية اللي قالت أنه السد غير آمن وأن الخبراء له أنه هو تصميمه المعماري غير آمن ويهدد جنوب يهدد مصر السودان وجنوب مصر لا أنا في تقدير أنه ده كلام يعني مش علمي يعني لأن الناس وأنه ده منطقة زلازل طيب إحنا إذا كانت القصة كده منسيبهم يعملوه يتهد في الآخر يتهد علينا أستاذ الجوان هيغرأ النوبة لا لا يعني ده كلام في الحقيقة دايما أنا مش عايزة أدخل في كلام علمي ما أفهمش فيه إنما كل اللي بيتم تعاطي في هذا الملف في الحقيقة محتاج أن الناس تهدى كده وملهاش دعوة بالقصة وتترك الملف زي ما كانك قديما للمخابرات المصرية ملف الماء ده بالكامل كان في فترات قديمة من الزمن كانت بمتولية المخابرات المصرية لأنها هي الأقدر على التعاطي وكانت بتعمل مشروعات في أفريقيا ويمكن أيام جمال عبد الناصر كان فيه نشاط مصري أفريقي وكان فيه مدارس كنا بنعمل لهم جامعات والأفارقة لحاجات مبنية بقى كانت من سنين يعني أواصر تعاون مبنية من سنين قصدي لما تيجي تبتدي الأفارقة ما عندهمش مشكلة في ده بس انت بتدي لو بس هو فيه تعنت من إسيوبيا لا في الحقيقة ما فيش تعنت كل دولة بتلعب على مصلحتها هو مش هيجي يفكر لمصر زي ما السودان نفسها طيب أنا هاجة أتكلم على السودان بس السودان بتتكلم على حلاب وشلاتين أنا لازم أدخل أتعاطى مع الناس دي بلغة طيب أنا أروح أستثمر في السودان أنا مش عامل ده أنا لا أستثمر في السودان بالشكل المناسب السودان ممكن تغطيلي احتياجاتي كاملة للجنوب لو أنا استثمرت صح فيه طيب خلينا نشوف خبر الأخبار أربع لجان للكشف الطبي والذهني على مرشحي الرئاسة ده كلام طيب لأننا يعني عانينا في فترة الرئيس محمد مرسي من هذه القصة ويمكن في أيام مبارك الأخيرة أنه الحالة الزهنية والقدر على التخزي القرار وده في الحقيقة مش كلام إحنا بنختاره هو العالم كله بيعمل ده يعني ما فيش رئيس لديه أمراض تؤثر عليه بشكل كبير جدا إلا في دول العالم الثالث والعالم العربي ده اللي إحنا بنخلي الرؤسة هو يعني عنده مشاكل زهنية ما فيش مشكلة عنده مشاكل نفسية ما فيش مشكلة وإحنا اللي بندفع التامن لأنه من يتخذ القرار يمكن الجيوش في العالم كله لا يمكن حد عنده مشكلة طبية وتقعده ياخد قرار لأنه حالته الزهنية لازم تبقى صافية لأنه بياخد قرار ممكن يخسر الدولة مين اللي شكل لجان دي؟ هي يعني أعتقد أنها لجنة الرئاسة اللي لم تخني الزكرة بس هي مش الفكرة في كده الفكرة أنه دي هتبقى لجان حكومية وما هيش مثلا مستشفى خاص فهيجيب ورقة ويعملها وهيبقى فيه ما يشبه القمسيون وبطبي يعني وما أعتقدش يعني هالفكرة كمان أن دي حاجات مش هتستخبى يعني لوه عنده مرض مزمن وما يصابش به اللي على مدى سنوات بعيدة يعني لو اللجنة حتى لو اللجنة فكرت أنها تعمل حاجة وأعتقد أن ده مش وارد يعني مش هيبقى موجود إن شاء الله أنا بس عايزة أشير لخبر الوطن السيسي وشكل لجنة علمية لتقييم جهاز فيروسي يعني تأخرت قوي الحقيقة حمده لله يعني بس تأخرت ده في الحقيقة كلام مهم وأنا في تقديري أنه أنه هذه القصة فيها مشكلة لأنه كمان الكلام إذا صح مفراد الوطن فإحنا بنتكلم على أنه ما فيش علاج بعد 30 يونيو وعلى أنه اللجنة مستبعد منها الأخ عبد العاطي وعلى أنه هذا قرار محترم تأخر كثيرا لأنه إحنا في الحقيقة ندينا بدأ من فترة لما حصل هذا اللغة الكبير إنما تبقى المشكلة الأكبر في كلام عصام حجي عصام حجي مستشار الرئيس قال العلمي مستشار الرئيس العلمي قال أن المشير والرئيس لم يكن على علم لما راحه الجهاز وأنه الرئيس قال له هذا الكلام هذا الكلام يجب أن نتوقف أمامه تماما ويجب أن يخرج تفسير وطلبنا مئة مرة أنه لابد يخرج تفسير من المؤسسة العسكرية ومن الرئاسة بس أم سكته طول الوقت ده أستاذ عبد الجميل إذا تعمل مؤتمر صحفي وهيس أو هليلة أنا أتكلم على كلام على الجهاز نفسه دلوقتي أنا أتكلم على مصداقية الرئاسة أتكلم على أنه مستشار الرئيس العلمي قال أنه أتكلم الرئيس والرئيس قال له أنه لا يجب أن أعرف وأنه المشير لم يكن يعرف فالكلام ده برضو أن الناس لما يتساب في الحقيقة يقلل من حيبة مؤسسة الرئاسة اللي هي بالحقيقة فيه حاجات كتير جدا بتقلل منها زي الحوار اللي راح أتعامل مع قناة خاصة زي التسريب اللي حصل لجنسية محمد خان أنه حصل على الجنسية المصرية وسر بقبل أن تعلنه الرئاسة لموزيعة برضو في قناة خاصة وهي اللي بلغت محمد خان وده في الحقيقة محمد خان دلوقتي حصل على الجنسية المصرية أخيرا الحمد لله مبارح محمد خان لا أنا أقولها معلومة أنا أقول معلومة محمد خان أخيرا حصل على الجنسية المصرية مبارح بنقوله ألف مبروك وأنت يعني مش مستني للجنسية أنت مصري بن غير جنسية ده جميل بس أنا يهمني بقى هيبة الرئاسة نحن عانينا سنة كاملة في حكم الإخوان من أن عندنا رئيس لا يراعي البروتوكول ولا يراعي هيبة الرئاسة ومستشارين لا يراعون هذه الهايبة في الحقيقة ده بيحصل باختلاف دلوقتي أن أنا عندي أزمة كبيرة في مسألة المستشارين حتى فيما ينشر عنهم عن صهرات وعن غيره وعن غيره مؤسسة الرئاسة دي دير مؤسسة رئاسة مصر اللي احنا بنتكلم عليها هذه المؤسسة الكبيرة هي بتمثل مصر يعني ما ينفعش المستشار للرئيس يكتب مقال يشتم توكل كرمان يعني مصر متنزلش لده مصر كبيرة قوي ما ينفعش لأنه هي أنا باشتم مواطنة يمني المواطنة بترد فبتشتم مؤسسة الرئاسة هو ممكن يكون بتعامل من نفسها لأنه صحة فيه مش مستشار الرئاسة يعني أنا ما ينفعش أبقى وزير وأنزل أبيع دوره آخر النهار لكل مقام المقار يعني مصر كبيرة ما ينفعش أن أنا كمان بعد هذا الجهد اللي اتعامل في 30 يونيو أرجع أقلل من هيبة هذه المؤسسة وخاصة أنه الرئيس نفسه رجل يعني طيب ومحترم وعامل وجهة يعني حسنت كثيرا من الصورة اللي كان عاملها محمد مرسي صحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روزة اليوسف بشكرك على قراءة صحافة اليوم ونهارك سعيد شكرا لك وكل سنوات طيبة وتمنى أن كل الأولاد يكونوا جابوا هدايا لأمهاتهم وأن العيد ما يبقاش يوم واحد كده بنعمله وبعدين طول السنة بقى بنطنش الأمهات أيوة طبعا صح فقارتنا لسه متواصلة معيك وراجعين بس بعد الفاصل